نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة وتلاحم مقوناتها الوطنية وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد في وقت الشدة والأزمات والتهديدات وهو ما تأكد بالملموس في مواجهة الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة من طرف بعض الدول والمنظمات المعروفة بعدائها لبلادنا فالمغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأكثر من 12 قرن فضلا عن تاريخها الأمازيغ الطويل وتتولى أمورها ملكية ومواطنة منذ أزيد من أربعة قرون في ارتباط قوي بين العرش والشاب والمغرب مستهدف أيضا لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار التي لا تقدر بثمن وخاصة في ذل التقلبات التي يعرفها العالم ورغم ذلك فالمغرب الحمد لله معروف بسمعته ومكانته التي لا نقاش فيها وبشبقة علاقات واسعة وقوية ويحظى بالثقة والمصداقية على الصعيدين الجهوي والدولي شعبي العزيز يتعرض المغرب على غرار بعض دول الاتحاد المغرب العربي لأملية عدوانية مقصودة فأداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا وقليل من الدول خاصة الأوروبية التي تعد للأسف من الشركاء التقليدين تخاف على مصالحها لاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية كما أن بعد قيادتها لم يستوعبوا بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب العربي وإنما في أنظمتهم التي تعيش على الماضي ولا يستطيع أن تسايل التطورات موسيقى